سفينة العلم تقودنا إلى بر الأمان لتشرق كويت الخير مجالس العلم تتنزل على أهلها السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده وهي أعلى المطالب وأغلى الفضائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم درس ديني وهذه الدروس فيها من الفوائد وفيها من العبر وفيها من العظات وفيها من التذكرة وفيها من التذكير لأن هذه الدروس فيها من الكلمات وفيها من الفوائد حتى ينتبه الإنسان لها ويتعلم بعض الأحكام أو بعض السور والآيات وأسباب النزول فيها عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وقراءة القرآن ينبغي أن يكون لنا فيها نصيب في اليوم والليلة وذلك أن القرآن الحرف بعشر حسنات والحسنة يضاعف الله عز وجل فيها لمن يشاء وذلك أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ولا شك أن هذا القرآن نزل منجما ومفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الصيف ونزل في الشتاء ونزل في الصباح ونزل في المساء نزل في مكة ونزل في المدينة هناك من السور لها خصيصة ولها فضيلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في مواضع كثيرة وهي سورة قل هو الله أحد وتسمى هذه السورة بسورة الصمد وتسمى هذه السورة بسورة الإخلاص قالوا العلماء سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لأنها تخلص المسلم من الشرك وسميت هذه قل هو الله أحد لأن بدايتها قل هو الله أحد وسميت هذه السورة بسورة الصمد لأن هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا في هذه السورة يعني الصمد ما ذكر في القرآن إلا في قل هو الله أحد لذلك سميت سورة الصمد يعني الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم إنه عزيز حكيم إنه سميع عليم عليما حكيما ذكر وهذه تكررت الآيات لكن الصمد في هذه السورة سورة الإخلاص وإن كانت هذه السورة صغيرة في آياتها وقليلة لكنها لها فضل كبير جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوم الليل بهذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكأنه تقال لها كأنها قليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن وذلك أن الإنسان إذا قرأها مرة ومرتين وثلاث وكررها فإن له فيها فضل عظيم وأجر كبير وجزاء عميم لأن هذه السورة عظيمة لأن فيها التوحيد وفيها العقيدة وذلك أن سبب هذه السورة جاء المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشرك قريش كما في مسند الإمام أحمد وبجهلهم قالوا يا محمد انسب لنا ربك من هو ربك؟ من أي القبائل؟ فنزلت هذه السورة قل أي قل يا محمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد طيب هناك كلمات في بعض السور لا بد من يعني معرفة المعنى فيها الفلق قل عذو رب الفلق ما هو الفلق؟ قل هو الله أحد الله الصمد ما هو الصمد؟ الصمد كما قال شيخ الإسلام بن تيمية وكثير من العلماء الصمد الذي تصمد إليه الأشياء وتحتاجه الأشياء من البهائم والدواب والناس أجمعين يحتاجون الله سبحانه وتعالى في طلباتهم وفي حاجاتهم وفي مقصوداتهم لأنه سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى هو القوي الله سبحانه وتعالى هو القهار قهر الجبابرة والأكاسرة سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو العظيم الله سبحانه وتعالى هو الرحمن هو الرحيم هو الخالق هو البارئ هو المصور الله عز وجل يصمد إليه الناس جميعا في حاجاتهم ومطلوباتهم ودعائهم فإنه سبحانه وتعالى يعطي الجميع ويشافي الجميع وهو الذي خلق الناس أجمعين يعطي الجميع ويشافي الجميع ويرحم الجميع سبحانه وتعالى ويرفع ويخفض ويمنع بحكمه ويعطي بحكمه سبحانه وتعالى وذلك أنه هو الصمد الذي تصمد إليه الأشياء في البحار وفي الأنهار وفي البر وفي كل مكان يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء بقدر فأسقيناكمه هو الذي أنزل من السماء ماء هو الذي أنبت الأرض هو الذي أحيى الشجر وهو الذي خلق البحار وهو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر الله سبحانه وتعالى هو الخالق أي هو الصمت الذي يصمد إليه الناس في حاجاتهم من خلق النحلة الله عز وجل من علمها الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحلي أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فهذه الآيات وهذه الأمور يتمعن فيها الإنسان ويعرفها ويعرفها حتى يصل إلى معاني الكلمات ومعرفة الحق سبحانه وتعالى أنه عظيم وأنه مقصود في الحاجات وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض سبحانه وتعالى فاصل ثم نعود إليكم ونواصل عود لكم بعد الفاصل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنزل علينا سكينتك وأغشنا رحمتك وحفنا بملائكتك واذكرنا في من عندك يا رب العالمين تكلمنا قبل الفاصل عن سورة الإخلاص وهي سورة الصمد وقلنا الإخلاص لأنها تخلص المسلم من الشرك ومن العقائد الرديئة وسميت الصمد لأن هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى تصمد إليه الأشياء ويحتاجونه الناس ويعبدونه سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور هو الحي القيوم هو يعني لا تأخذه سنة ولا نوم الناس ينامون وينعسون ويأكلون ويشربون الله عز وجل يطعم ولا يطعم لا يأكل ولا يشرب الناس ينامون وهي صفة نقص عند الإنسان الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لا ينام الناس يموتون الجن والإنس يموتون والله عز وجل حي دائم لا يموت سبحانه وتعالى الله عز وجل خلق النحلة وهيأ لها وخلق النملة وعلمها ويرى سبحانه وتعالى هذه النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله عز وجل مطلع علينا يعلم أعمالنا إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم وإنما ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم فهذا الأمر يكون يعني الإنسان يهتم بأعمال القلوب ويهتم بالأخلاص لله سبحانه وتعالى وذلك أن هذه السورة عظيمة هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كما ذكر العلماء في عشرة مواضع في عشرة مواضع كان يقرأها قبل النوم كان يقرأها قبل النوم عليه الصلاة والسلام وكان يقرأها في سنة المغرب في الركعة الثانية مع قل يا أيها الكافرون وكان يقرأها في سنة الفجر عليه الصلاة والسلام وكان يقرأها بعد الطواف بالكعبة كان يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقرأها عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كان يختم بها صلاة الوتر وكان عليه الصلاة والسلام يقرأها في أذكار الصباح ثلاثة مرات وكان يقرأها في أذكار المساء وكان كما ذكرنا لما جاءه الرجل الذي كان يقوم الليل بهذه السورة وهو يعني تقال هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم معظما ومفخما لسورة الصمد الإخلاص قل هو الله أحد قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن طيب لو قرأها الإنسان وكررها يعني اليوم الإنسان لازم يقرأ هذه السورة من من لا يحفظ هذه السورة القصيرة الصغار والكبار يحفظونها إذا الإنسان كان عنده فراغ أو كان في السيارة أو كان في مشوار أو كان في انتظار معين لماذا لم يقرأ هذه السورة مع أن فيها فضل عظيم وعجر كبير والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة والحديث حسن طيب هذه السورة سورة عظيمة وفيها اعتقاد بالله سبحانه وتعالى وهي وإن كانت سورة صغيرة إلا أنها من القرآن والقرآن كله عظيم والله عز وجل تحدى المشركين بعشر آيات وتحداهم بآية وتحداهم بعشر سور وتحداهم قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضا ظهيرا طيب هذه السورة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي في آخر القرآن قل هو الله أحد وكان يقرأها في الوتر كان يختم بها الصلاة لأنها تشتمل على التوحيد تشتمل على العقيدة الصحيحة السليمة قل أي قل يا محمد قل هو الله أحد وكلمة أحد لا تقال لأي أحد لأن الله سبحانه وتعالى يحتاجه كل أحد وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى يحتاجه الصغير يحتاجه الكبير يحتاجه المريض يحتاجه الفقير يحتاجه الغني يحتاجه كل الناس أجمعين يحتاجه النحلة تحتاجه والنملة في البحار وفي الأنهار وفي هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهداها وعلمها وطورها سبحانه وتعالى تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لأن وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله اتهم الله عز وجل بالولد وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكم فالله عز وجل لم يلد ولم يولد واتهموا قالوا أن الملائكة بنات الله وهذا يعني أمر عظيم وفرية عظيمة ردها الله سبحانه وتعالى في القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني لا يوجد هناك شيء يعني يقابل الله عز وجل الله عز وجل سميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له سمع وله بصر كيف الله أعلم لا نكيف لكن ليس يعني مثل سمع الإنسان الآن نحن في هذا المكان المبارك ما نسمع يعني الذي في الخارج ولا نعلم ولا ندري ماذا يحدث يعني من أقرب الأماكن إلينا ما نعلم الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات والأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلومات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعلم الله عز وجل الحبة التي تسقط الورقة التي تسقط من الشجرة الله عز وجل يعلمها فإذا كان الله عز وجل يعلم هذه الشجرة ويعلم هذه الورقة إذا سقطت هو لا يعلم مناجاتك لا يعلم يعني مصيبتك لا يعلم ما تريد هو يعلم لذلك أنت إذا دعوت الله عز وجل ولو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جاءت على جميع ما تطلب من الله سبحانه وتعالى هو يعلم حتى لو لم تفصل في هذه الدعوات الله عز وجل يعلم كل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأن يجعلنا ممن يطلون هذه السورة أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا حتى يجازينا بالجزاء العظيم والأجر الكبير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة